في إطار البرنامج التدريبي الشامل دورة عناصر العرض المسرحي الذي تنظمه دائرة الثقافة في الشارقة ويسبق كل نسخة جديدة من مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة انطلقت مساء الخميس بمركز كلباء الثقافي ورشة الإخراج المسرحي تحت إشراف الفنان الإماراتي حسن رجب والذي عرف المتدربين بمفهوم وتاريخ وتيارات الإخراج المسرحي ومسارات تطوره وتطرق إلى شخصية المخرج ودور الموهبة والمدرسة والمجتمع في تكوينه وصق لخبراته ويتضمن برنامج الورشة التي انتسب إليها 36 متدربا وتختتم الثاني عشر من أغسطس مجموعة من الحصاص النظرية والعملية هدفها تمكين المشاركين من الوسائل والأدوات التي تساعدهم على بناء عروضهم للمشاركة بها في مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة الذي تنظم دورته العاشرة في الفترة من الـ 22 حتى الـ 27 من سبتمبر القادم ترجمة نانسي قنقر